طب الصديق بيأثر على شخصيتنا ولا مهما يكون لأ أنا برضو ليه شخصيتي محدش بيأثر على الميلي لا كل واحد على حسب شخصيته يعني كلام ده الشخصية بتاعتك انت ايه انت شخصية ممكن حد يأثر فيك او يخليك يمشي على دنابو ولا انت ممكن تخدي منه الحاجة اللي انت عايزها هي على حسب شخصيتك انت او على حسب شخصيته البنية ده فيما يأذنين تابع انا تابع للصاحب او تابع للصديق او تابع لأي حد كان مش متعود غير ان هو يكون تابع للحد معاه هو اللي يقول له اعمل كده اعمل كده لكن فيه صحاب بيأرضو قراء بعض يعني مش عيد ان انت مثلا تاخد رأي صاحبك ان انت تتكمل معاه انت ممكن اتأثر بيه اه طبعا اتأثر بيه اتأثر برأي منك ولو كلام غلط اه انا شوف الصاحب بتاع ايه انا قادرة واحد بالحاجة اللي انا عايزة انا ممكن ابع عندي موضوع واخد رأي صديق ليه او صاحب ليه ممكن هو لي رجرة نظر او عدة على الموقف ده فعايز يدالي ادالي من الخبر تاعته فانا يقتنع بيه او اقتنعش بس اهم حاجة ان من اللي هياخد القرار انت انت اللي لازم تاخد قرارك لنفسك ما ينفعش مهما كان الصاحب ده من نسبلك ايه او مهما كان من شخص ده من نسبلك ايه ان انت تبقى تابع دي تصاحب حد دي نفس السنك والا اكبر والا اصغر ولا متفرقش لا الصداقة مراجسي السن الصحبية والصداقة مراجسي ممكن تصاحب حد اصغر بكتير لا يعني مش اصغر بكتير يعني يعني ايه المساحة العمرية فممكن تصاحب حد اكبر بكتير برضو هي مش شرط السن. السن مش ما يعقش الصداقة. يعني احنا شفنا في جعفر العمدة كم صاحب ابنه. هي عقلية. انت ممكن تقادي مع واحد عمده 10 سنين بس عقليته عقليته 20 سنة. ممكن تقادي مع واحد 50 سنة عقليته عقليته 10 سنين. هي ملهاش علاقة بالسن اكتر منها علاقة بالعقلية والتوافق ما بينها كلين صحب.